التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استشهد خمسة فلسطينيين ووصيب أخرون بجروح في غارات إطائرات الاحتلال استهدفت حياة صحابة الواقع شرقي مدينة غزة وقد أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية استشهاد الفلسطينيين الخمسة إطر استهدافين منفصلين لمنزلين أحدهما لعائلة في حي وشرع الصحابة شرق مدينة غزة كما قصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في حي الدرج الواقع بمدينة غزة ما أسفر عن إصابة عدد آخر من بينهم أطفال ونساء إلى ذلك نسفت قوات الاحتلال العديد من المباني السكنية في منطقة المغراقة الواقعة شمال المحافظة الوسطى قال البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن شدد خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين ناتنياهو على الحاجة لسد الفجوات من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وقد أضاف البيت الأبيض في بان الله أن الرئيس بايدن أكد على ضرورة إزالة العقبات أمام تدفق المساعدات إلى جانب حماية أرواح المدنيين خلال العمليات العسكرية قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن الفجوات القائمة في محادثات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس يمكن سدها وأضاف كيربي أن واشنطن تعتقد أنه من الملح إعادة المحتجزين إلى ديارهم ووضع وقف لإطلاق النار موضع التنفيذ من جهته قال الجنرال سيكيو براون رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية أنه لم يطالع بعد على الكثير من التفاصيل من إسرائيل بشأن خططها لانتهاء الحرب مع حركة حماس في قطاع غزة أعربت نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس عن قلقها العميق زاء عدد الضحايا في قطاع غزة وأكدت هاريس خلال لقائها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أن حل الدولتين هو الحل مع قيام دولة فلسطينية وشددت على ضرورة إنجاز التفاقي وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة أعلن وزير الدفاع الهولندي روبين بريكلمانس إن 14 دبابة من طراز ليو بارد تو ألمانية الصنع وعدت بها الدنمارك وهولندا العام الماضي ستسلم لأوكرانيا قبل نهاية الصيف وأضاف وزير الدفاع الهولندي أن كييف تحتاج بشكل ملح إلى مزيد من الدعم العسكري في ضوء المعارك العنيفة في ساحة المعركة لفتن النظر إلى أن هذه الدبابات تستطيع أداء دور مهم للسماح للجيش الأوكراني بالدفاع عن نفسه في مواجهة القوات الروسية قال رئيس الوزراء الفرنسي جابريل أتال إن الهجمات الإلكترونية على دورة الألعاب الأولمبية في باريس أمر لا مفر منه وأضاف أتال للصحفين في مقر الوكالة الفرنسية للأمن الإلكتروني أن باريس ستبذل كل ما في وسعها للحد من تأثير هذه الهجمات على الحدث هذا وقد تم تسليط الضوء على المخاطر التكنولوجية التي تواجهها دورة الألعاب الأولمبية في باريس في وقت سابق من هذا الشهر بسبب عطل تقني عالمي ترجمة نانسي قنقر